طيبنا من بيروت الباحث في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد أهلا بك معنا ماريو على سكاينيوز عربية فإذن كما تابعنا موقف الولايات المتحدة واضح سياسة الضغط القصوى أيضا واضحة في هذا الشأن بالنسبة للعقوبات على إيران ولكن السؤال اليوم أليت السناب باك الذي أثرت فعليا جدلا قانونيا بين الدول المؤيدة والمعارضة مبدئيا لتنفيذها كيف سيتم تفعيلها في ظل التحفظ أو الرفض المقابل عمليا بالرغم من جميع المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعوة مجلس الأمن لإعادة فرض هذه العقوبات بالاستناد إلى قرارات الاتفاقية النووية الموقعة في 2015 لكن مجمل أعضاء مجلس الأمن كانوا ضد هذه الخطوة وتحديدا الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة ولكن يجب أن نشير بأن هذا الجدل القانوني لا يمكن أن يقدم أو يؤخر فيما يتعلق بفرق عقوبات أحدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران مجددا وقد رأينا هذا سابقا قد حصل وتمكنت الولايات المتحدة من فرض العديد من العقوبات التي ساهمت في خنق الاقتصاد الإيراني وكذلك الأمر من خلال دفع الكطاع النفطي الإيراني أيضا إلى الانهيار بشكل كبير وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية أكان من خلال قرار مجلس الأمن بإعادة تفعيل هذه العقوبات والعودة إلى آلية فض النزاع والعودة التلقائية للعقوبات بمجب القرار 2131 الذي ينص على هذه الآلية أكان ذلك من خلال هذه الآلية أو عدمها يمكن للولايات المتحدة أن تعود بشكل أحادي لفرض عقوبات على كافة الكيانات الإيرانية المتعلقة بالبرنامج النووي وبالأسلحة التقليدية وبالبرنامج الصاروخي الباليستي حتى وذلك كان بفرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة من شركات وأفراد ومجموعات يمكن أن تسهل وصول إيران لهكذا أمور وتحديدا للمواد التي يمكن استخدامها في إعادة تنشيط هذه البرامج اليوم نسأل ماريو عن الموقف الأوروبي أو الدور الذي أيضا تلعبه أوروبا اليوم في هذا الشأن سقف التوتر ما بين الجانب الأوروبي تحديدا ألمانيا بريطانيا وفرنسا بالنسبة للولايات المتحدة إلى أي مدى يمكن أن يصل وكيف سيتم ترجمته فعليا عمليا كان هناك مواجهة واضحة ما بين بريطانيا ألمانيا وفرنسا وما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السياسات التي كان يعتمدها الرئيس دونالد ترامب خاصة مما يتعلق بالاتفاقات التجارية وبالتالي يدخل موضوع الاتفاق النووي الإيراني ضمن هذه المفاوضات الدائمة التي تحصل ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والموقف المبدئي الذي يفرضه الأعضاء في الاتفاق النووي بأنه لا يجب أن يدفع إيران إلى زاوية يتنصل من خلالها النظام الإيراني من كافة الموجبات بما يتعلق بالبرنامج النووي وتحديدا بما يتعلق بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي بالنسبة للأطراف الأوروبيين يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا للسلم العالمي وبالتالي دفع إيران إلى مزيد من التصعيد من هنا كان الموقف الأوروبي معتدلا إلى نحو ما وسعي إلى تهدئة هذه الأوضاع وكذلك الأمر هناك رهان كبير كان من قبل الحلفاء الأوروبيين ولا من قبل الحكومة الإيرانية على نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة في الثالث من نوفمبر وبالتالي هناك تعويل كبير على تغيير الإدارة إن كان بالنسبة لإيران أو بالنسبة للأوروبيين هي مسألة وقت بانتظار الانتخابات الأمريكية وما ستكون نتائجها في حال بقاء ترامب من عدمه يعني في هذه المرحلة المقبلة تتوقع ضبط نفس من قبل الجانب الإيراني إذا سياسة التصعيد القصوى التي سنشهدها في هذه المرحلة أو في الوقت المتبقي حتى نوفمبر عمليا ليس هناك أي مصلحة إيرانية بالقيام بأي تصعيد أو بالرد على أي تصعيد يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بدفع أوروبي من خلال أعطاء بعض التطمينات الأوروبية كالالتزام مجددا بالاتفاق النووي أو بمعارضة العودة إلى آلية فض النزاع والعودة التلقائية للعقوبات التي كان منصوصا عليها في الاتفاق النووي من هنا هذه المضالة الأوروبية التي تمتع بها في الوقت الراهن إيران هي ليس لها أي مصلحة بأن تتخلى عنها وبالتالي سوف نشهد مرحلة من التهدئة حتى الانتخابات الأمريكية ولكن هذا التصعيد الأمريكي لا يمكن أن يتوقف خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تربط هذه السياسة تجاه إيران تحديدا بموضوع الانتخابات الرئاسية بل هناك شبه تضامن ما بين الفريقين الجمهوري والديمقراطي بما يتعلق بالسياسة تجاه إيران وتحديدا تجاه الملف النووي الإيراني وهناك سعي لمنع إيران من الحصول على المزيد من الأسلحة ونشر الفوضى في منطقة الشرق وتابعنا هذه النقطة أو هذا الملف يتشابك مع ملفات أيضا أخرى في المنطقة ترامب علما قال منذ فترة بأنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية الاتفاق مع إيران سيكون جاهزا على الطاولة بعد أربعة أسابيع من تاريخ فوزه ما هي المؤشرات أو علامة يعول في هذا تصريح ماريو مع ازدياد سيازة الضغط القصوى يعني ما هي فعليا المعايير عمليا سياسة الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة الحالية سوف تصل إلى خواتيمها بما يتعلق بوضع اتفاق جديد شامل مع إيران وهو كان هذا التوجه الأساسي للرئيس دونالد ترامب بأن يدفع إيران ليس فقط للمواجهة بل من إجل ملء الثغرات التي كانت هي موجودة بالاتفاق النووي العام 2015 وبالتالي هناك تعويل كبير من قبل الإدارة الأمريكية بأن إيران سوف تفهم في حال بقية هذه الإدارة في مكانها في البيت الأبيض بأن لا سبيل آخر سوى بالعودة إلى طاولة المفاوضات أما الرهان الإيراني بتغيير الإدارة الأمريكية وتحديدا فرض مزيد من الأمور التي ستساهم بإعادة تفعيل وتنشيط الاتفاق النووي الإيراني بما يسهم بدفع الاقتصاد الإيراني مجددا إلى التملص من جميع العقوبات ورفع هذه العقوبات هناك رهان كبير تقوم به إيران عمليا في الداخل الأمريكي لا يمكن أن نفصل موضوع الملف النووي الإيراني بما يتعلق بهذه الإدارة أو بأي إدارة مستقبلية فالسياسة الأمريكية تنتهج منحا استراتيجيا تجاه الملف النووي الإيراني لا يتوقف فقط على الطريقة التي سوف تنتهجها الإدارة الأمريكية أكانت الحالية أو الجديدة بل ذلك يعكس توجها أمريكيا بما يتعلق بالملف النووي الإيراني وسياسة ضغط قصوى سوف تستمر أكان في هذه الإدارة أو في الإدارة القادمة شكرا لك ماريو أبوزيد الباحث في الشؤون الأمريكية على هذه المداخلة من بيروت